المورد السادس ابن العبري توفي قلنا في سنة 685 هجري تاريخ مختصر الدول الجزء الأول في صفحة 254 قال ابن العبري المستعصم بن البستنصر وفي سنة 4640 بويع المستعصم يوم مات أبوه المستنصر وكان صاحب له وقصف بويع المستعصم يوم مات أبوه المستنصر وكان صاحب لهو وقصف أي صاحب له ولعب وافتنان في الطعام الشراب شغف أي أحب وأصاب قلبه وأولع قلبه بلعب الطيور شغف بلعب الطيور واستولت عليه النساء كان كما يسمى الآن مطيرتش مطيرتش هذا الخليفة شغف بلعب الطيور واستولت عليه النساء طيور ونساء ورقص وغناء وكان ضعيف الرأي قليل العزم كثير الغفل عن ما يجب لتدبير الدول وكان إذا نبه على ما ينبغي أن يفعله في أمر التتار إما المدارات والدخول في طاعتهم وتوخي مرضاتهم أو تجيش العساكر وتجيش العساكر وملتقاهم بتخوم خراسان قبل تمكنهم واستيلائهم على العراق فكان يقول أنا بغداد تكفيني لاحظ إذن عنده علم وحذروه ونصحوه بأنه أما يداريه وأما يجيش الجيوش ويذهب هو الذي يلتقي بهولاك خارج العراق خارج بغداد ما هو الجواب؟ هذا الجواب من الأبله من السفيه فكان يقول أنا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها لي إذا نزلت لهم عن باقي البلاد ولا أيضا يهجمون عليه وأنا بها وهي بيتي ودار مقامي فهذه الخيالات الفاسدة وأمثالها عدلت به عن الصواب فأصيب بمكاره لم تختر بباله فأصيب بمكاره لم تختر بباله ويا ترى هل تعرض لغزو قبل غزو هولاكو حتى دخلت له المخدرات والحشيش والحشيشة كما حصل الآن في العراق وأفسدت أخلاق البنات والأبناء الشباب والصبيان والأطفال والرجال والكبار جريمة ما أعظم هذه الجريمة التي حلت بالعراق وبالشعب العراقي والرموز منشغلة بالمكاسب وبالأموال وبالواجهات والمجتمع يسير نحو الانحطاط الأخلاقي نحو الفقر نحو المجاعة نحو التشريد نحو التهجير نحو الإلحاد نحو الكفر والارتداد فلا نعلم هل أخذ الحشيش هل أخذ المخدر حتى يتحدث الخليفة بهذه الكلمات وبهذه المعاني يقول ابن العبري فهذه الخيالات الفاسدة وأمثالها عدلت به عن الصواب فأصيبه بمكاره لم تختر بباله أقول أيضا تنبيه هذا هو حال الخليفة ومستوى سفاهته فهو يعلم بكل ما يجري وقد حذروه مما يجري ونصحوه بالمهادنة أو التهيئة العسكرية والهجوم على العدو المغولي في إيران قبل أن يقدم إلى بغداد لكنه لم يستمع للنصيحة وكان جوابه من أتفه ما يقال وما يتصبره الإنسان لكنه صدر مثله من تيمية وأئمته وتأيد التيمية لمثل هذه المواقف وتقديسها ليس بغريب عليهم فهم الذين جعلوا الأرض مسطحة وبقدرة ربهم الشاب بالأمرد جعلوا الشمس تدور حول الأرض وجعلوا الشرق شمالا فأين أكاذيب وافتراءات وخيالات وخزعبلات تيمية تجاه ابن العلقمي إذا كان الخليفة إمامهم بهذه المواصفات الخرافية